السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم محبي مسلسل بين قلبين الحلقة 2 اليكم ملخص الحلقة والد اريام بيشوف اريام ومرزو قميد خانقو على تغيرات موعد الزواج وبيقول له انها فكرة كويسة وانا راح اقنعها محسيني بياخذ امو على بيت خالتو مبشر نورة بتفتع غرفة امها لياسمين بتصير نورة تقولها مشان تتمالك اعصابها وتسيطر على حزنة محسيني وامو بيحكوا مع بشار مشان العرس لكن بشار بيقول لهم بشار لازم نصبر شوي على ياسمين لانها لسه تمانست وفاة امها عبدالعزيز بيتزوج من فريدة المديري بيطلب من اريام تشتغل اليوم مع بشار وتساعده دانا بتسأل نور شو صار مع ياسمين وبتحكي له انه ياسمين لسه ما طلعت من حالتها نورة بتحكي لدانا انه لاحظت على بشار انه اليوم اهتم بحاله كتير واعتقد انه متعرح على وحدي اريام تحكي لبشار عن قصة حياته وبتقوله انه مخطوبي وبينصدم بشار وبيدايق لانها مخطوبي مارزوق بروح بياخد اريام يضغد سوا وبشوف بشار سوا انتظروا في فيديوهات قادمة الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعج الجرس لكي يصلك كل جديد وادعمنا باللايك والان ندعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة